السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم وطبعيني الأعزاء في قناة ناني لايف معيكم حنانة علي مدربة تطوير الذات والوعي بحسة في العلاقات الروحية وخصة نفسي وتعديل سلوك تمنى منكم ما تنسوش دعم القناة بلايك وشير وسبسكرايب عشان الأوديو يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين ويقدروا يستفيدوا منه حب نوه إن اللي حابب قراءات خاصة أو استشراط موجود حساب الانستجرام أو الواتساب في تعليق مسبت أسفل الأوديو للحجز من خلاله طبعاً إحنا عارفين إن الطاقة عامة بتنطبك على البعض وليس كل لأنها أكتر من طاقة للهارب النهاردة التحديث الجديد بالنسبة لتواقم الشعلة كتير عندهم حزن جديد بشأن ماضي وعدم تواجدك مع الهارب أو الهاربة ما أثر عليك نفسياً في الوقت الحالي وهتلاقي نفسك عندك مشاعر كتير من جواك اتجاه هاربك لأنه كان بيحاول التواصل معاكم في الأحلام عن طريق 5D والأشياء كتيرة من قلبه وكان صادق فيها وكان منها إنه مش قادر يعمل شيء غير إنه يتواصل معاك عن بعض من المحتمل إنك تستايكز وإن أنت تكون شاعر بحب وكده وغرقان في الحب يعني لما تقوم من نوم كده تكون حاسس بالحب لأنه كان بيحاول احتضانك في الحلم طبعاً ده كان كتير منكم بارح يعني كان أمس الكلام ده وكان ممكن كمان البعض النهاردة وكان بيقولك كمان أشياء هو نفسه مش قادر يقرها لك في البعض التالت على الأرض لذلك كتير من متاردين المتاردات حسوا برومانسية ولكن فيها نوع من الشجن أو الحزن وده بسبب ابتعادكم عن هاربكم أو الهاربة أنتم الاتنين كمان الهاربين والهاربات والمتاردين المتاردات هتحسوا بسقل في القلب يعني بعد شوية كده حسيت إن قلمك تبدل لحب عارفين أنتم كده فيه شوية شوية حب شوية رومانسية شوية حزن شوية شجن وده نتيجة كمان إن الهارب أو الهاربة في حالة تشويش حالتهم الزهنية مشوشة لحد كبير يعني كانوا بيفكروا أو إزاي هيكلموكوا أو يكلموكوا يقولوا إيه وطبعاً مش عارفين هل لما يكلموكوا ده صح ولا غلط وده طبعاً التشويش ده كله والتردد انعكس عليكم أنتم كمتاردين ومتاردات الانعكس ده على مستوى ترددكم طبعاً وإنتوا كمان توترتوا إنتوا توترتوا ومنكم توتروا وحس إنه هو خلاص هيكلمو دلوقتي طب وبعدين لما يكلمني هقوله إيه كمان فيه كتير فكر مع نفسه ورجع قال لأ من الهاربين والهاربات يعني فكروا كتير مع نفسهم كده ورجع قالوا لأ أنا أخلي الأمور تمشي من تلقاء نفسها كده وسواء كان أكلموا أو ما كلموش بلاش دلوقتي وطبعاً ده نتيجة الشفاء الحالي اللي بيمروا به بعض الهاربين والهاربات مقبضيين معظم وقتهم في البيت في الدعاء إلى الله بيحاولوا يتعلموا الاتحاد الكامل من أجل الصعود طبعاً دون وعي طبعاً فيه هاربين وهاربات ما يعرفوش بالعلاقة وفيه هاربين وهاربات عارفين بالعلاقة وبيرقبوا فيديوهات علشان يعرفوا الشفاء ويحاولوا يقدموا أشياء من أجل أنهم يتشافوا من دورة الحزن الناشطة عندهم دلوقتي في الفترة دي هيحاولوا دايماً الوصول كمان ليكم عن طريق 5D ده اللي في قديهم دلوقتي أنه أنتوا يبتدوا يتواصلوا معاكم بالتخاطر والأحلام فيه هارب هيرجع وهو لسه بيكمل صعوده وشفاءه لأنه حاسس بحماس شديد جواه سواء هارب أو هارب على فكرة هيرجعوا لكن حاسين بحماس جديد حاسين أن في العام الجديد ده ليكلوا في حاجات جديدة كانت الفترة اللي فاتت حاسين بإرهاق شديد جداً فحبهم وكانوا هاديين جداً لهم فترة كبيرة ولكن كانوا بيرقبوكم من على بعضهم ما كانوش بيحاولوا يقولوا لكم إيه اللي بيمروا بيه حتى بعد ما يرجعوا مش هيقولوا إيه اللي كانوا بيمروا بيه كانوا مش عايزين يعرضوا عليكم أي شيء وخصوصاً اللي اتفعل عندهم ألم الرفض أو أنت قلتله أو أنت قلتله نعمل كذا وكذا وكذا فقال لك لا يا كفيني كده أن أنا أرأي بها من على بعض وخلاص هو دايماً بيشوفك أنت طفلته وبيشوفك الأنسة الجميلة اللي جي أصلاً علشانها أنت كمان كأنسة مطاردة شعرتي برغبته في احتضانك وأنه عايزك تكوني قريبة منه وهو بيشرح نفسه ليكي في الفايف دي على فكرة مع أنه كان متردد جداً أنه يتواصل معاكي عبر الأحلام والتخاطر ولكن بالفعل أم بي وهتلاقي نفسك بتقومي بتوجيهه في الأحلام كمان الفترة دي أو اليوم ده حسته بيه جداً وكأنكم لست حالاً عارفين بعضكم البعض هو كمان بيحس بيكي جامد جداً وهتفاجئوا من اللي بيقولوا سوق مادي أو نجمي في الفايف دي الناس اللي كانوا مرتبطين بتوقم روح كارمي أو اتجوزوا مثلاً وأنجابوا أطفال هخلوا بالكوا أن دلوقتي جسمكو بيفقد الصدمة المرتبطة بالتوقم ده ومن الممكن جداً جسمك يحتاج لنوع من الاتصال معهم مرة أخرى أو الرجوع للعلاقات الكارمية دي مرة أخرى لازم تعرفي أن تم إزالة الحمض النوم الزكري ده والتوقم هنا مازال بيتحكم فيكي لحد كبير التوقم روح كارمي خدوا بالكم من النقطة دي لأنك أمتي بتبادل الرموز الجنسية معاهم أو البصمة الجنسية معاهم ودلوقتي هتلاقي توقم روح كارمي ده بيتطلع تاني لإعادة النظر والعودة علشان يتأكد هل هو مازال عنده سيطرة عليكي ولا لا خدوا بالكم لأن العلاقات الكارمية حتى لو توقم روح كارمي ده بيمنع الاتحاد فعليكم أن تجدوا طريقة كده الفك التعلق من العلاقات الكارمية لأن الهارب أو الهاربة بيفضل بعاد عنكم علشان تقدروا تشتغلوا على الظل العميق وعلى أي بصمة جنسية مخزنة في الرحم عندكم تمام؟ فلازم إزالتها يجب عليك إزالتها من طاقتك والبعد عن طاقت توقم روح كارمي ده تماما أو أي علاقة كارمية لازم عشان يتم الاتحاد في البعد الثالث لازم تبتدي تبعادي لأنه هو توقم شعلتك بينتظر أنك تقطع أي حبال مع أي شخص عنده بصمة لديك حتى يتمكن هو كمان من الدخول والاتحاد معاك وبيتم إرشادك هنا أنك تبعادي الأشخاص السابقين دول من حياتك يعني دايما بتحس أني عندك إحساس أن لأ لازم يبعده عن حياتي طيب إذا كنت متزوجة مثلا وكان فيه أطفال ما بينكم خلي العلاقة تبقى بلطف كده وتبقى حاجة ودودة كده وكويسة لكن ما تلوسيش طاقتك مرة أخرى حتى المطارد كده كمان لازم تعمل كده كثير منكم عند دخول موسم الأعياد والكيروسماس من المحتمل أنكم بتتذكروا طبعا الحب القديم وإزاي قضيت معا المناسبة دي خدوا بالكم لأن ده ممكن يؤدي للانفصال للكثيرين منكم مع توائم الشعلة ليه؟ لأن توقمك بيعكس ده وبيشعر هو كمان بنفس الشيء مع ماضيه يعني أنت بتعكس له هو بيعكس لك تمام؟ يعني هو مثلا لو حس بماضيه مع شخصيات أخرى قبل منكم أو أصدقاء فهيعكس لك ده ولو أنت عملت ده هو هتعكسي له ده فبلاش أي عودة للخلفي يعني بلاش تفكير في أحباء قدام أو أصدقاء قدام لأن توقم شعلتك عمل زي كده مثلا مصري كده يقول لك عمل زي الفريق ما يحب الشريك عارفين الفريق كده اللي بنحش بيه الحمام والكلام ده كده وبناكله لأ طريبا منتشر في بعض الدول يعني تمام؟ فهو عمل زي الفريق ما بيحب الشريك جنب منه الفترة دي استغلوها أقصى استفادة واشتغلوا على المشاكل اللي في العمق علشان تحلوا الخلافات اللي بينكم وبين توائمكم توائم شعلتكم الخلافات اللي تسببوا فيها ناس آخرين ولكن ما زالت موجودة بداخلكم في العمق خليكم كده بصين للداخل للظل العميق وخليك هادي مع نفسك ولطيف علشان تقدر تتعرف على نفسك قبل الاتحاد توقمك السنة دي واخد الأجازات دي كده وهو قريب من الله الآن بيحاول إنه هو يفهم يعني إيه اتحاد بيحاول ما يعدش الدورات الكرمية الخاصة بالماتريكس تاني ولكنه دلوقتي هو مركز على نفسه عشان يشعر بيك تحس كده إنه هو دلوقتي عارفين كده الشخص المتفاني في عمله بيشتغل في الداخل وفي الظل علشان يقدر يواجهه في الخارج إن شاء الله فيه بقى مطارد أو مطاردة اتعرضوا الفترة دي لرفض سيء من توائمهم وده سبب يعني ده كان سبب ليكم إن انتم زيد عندكم الحزن ممكن تكوني بعد ترسالة ممكن تواصلتي معي أو تواصلت معاها وحصل رفض أو تجاهل طبعا ده هتحسوا كده إنه هو فيه فقد شغف فقد الأمل افتقار الإيمان وهتشعروا بإن ما فيش اتحاد أو ارتباط وده طبعا نتيجة كارما بتحاول تسعى إنها تبعدكم عما أنتم عليه دلوقتي وتخليك تتغير وتخليك كمان شخص خايف خايف من إنك تتشافى خايف من إنه هو أو هي يتشافه طبعا ده طبعا للأسف حاجة مش كويسة حاولوا تتخلوا عن مخاوفكم والاستسلام بعمكم لإيمانك بالله والحب وإنه هو سيأتي عندما يستايقز أو هي ستأتي عندما تستايقز ولما يفهموا كمان معنى الاتحاد زيكم بالزبط أنتم مريتوا بده كله ودلوقتي فهمتوا هم كمان لازم يفهموا أنتم حسين دلوقتي ممكن بكآبة لأن بعض الهاربين تراجعوا وده لأنهم لسه ما يفهموش معنى الاتحاد ولا معنى العلاقة في العديد كمان من الهاربين بيخلوك في حياتهم بطريقة أو أخرى وده هاربين تانيين منفصلين غير الهاربين اللي تكلمنا عليهم دلوقتي خاصة اللي عندهم كارما يعني يخليك كده في حياته وانت مش عارف الدنيا فيها إيه لأنهم ما بيقدروش يسمحوا ليك بالرحيل عنهم لأنهم فعلا متمسكين بك وبيحتفظوا بك داخلهم ولكن لحين ما يكونوا جاهزين للاتحاد أنتوا نفسكوا هتكوني حاسة أنكم شيء واحد خلقتم لبعض حتى لو ما كانش هو ملتزم معاك لأنه أساسا بيكافح مع رهاب الالتزام عنده عنده فوبيا الالتزام وهيستمر في كده إلا أن الله هو يوقزه أنت كمان بحاجة له لما يكون واعي ويكون هو نفسه مش ماسك في المصفوفة ولا بهوية مزيفة ولا لبس ماسك أنت عايزاء على فطرته عشان يقدر يقودك كمذكر كرجل حاولوا الآن أنتم تحافظوا على إيمانكم بالله وركزوا على نفسكم بدل ما تركزوا على ما ليس لديكم ناخد بالنا أن تحول عطارد دلوقتي تراجع عطارد للوراء في برج الجدي هيبدأ اليوم وده هو آخر تراجع لعام عشرين تلاتة وعشرين وهيستمر معنا لغاية العام الجديد لغاية أول يناير يمكن يجلب لنا شوية سوق التفاهم سوق التواصل مع الناس عشان كده تجنبوا الحوار وتجنبوا أن أنتم تخشوا في سوق تفاهم مع أي حد كمان ممكن يجلب لكم إحباط خفي على السطح تحسوا أنكم محباطين تحسوا أن أنتم ده يعني عندكم شجن وحزن وكآبة عادة ما بيكون الوقت ده بتميل فيه الخطتك يعني بس بتحس كده أن خطتك فيها انهيار شوية ليه؟ لأن التراجع في برج الجدي برج الجدي بحكمه زحل وده طبعا هو كل شي عن الكارما زحل يعني كارما تمام؟ عشان كده هتلاقوا طاقات سابقة بتطلع لكم أو طاقات سلبية كانت مخزنة في العنق بتبتدي تطلع لكم تاني عشان الشفاء في هذا الوقت تراجع عطارد عادة بيكون مش كويس جدا بالنسبة للعلاقات سعوا علاقات عاطفية أو علاقات اجتماعية كمان هتلاقوا أن أي دراما أنتو محلتوهاش قبل كده في ماضيكم أو في العنق أو كرمات هتلاقيها بتطلع دلوقتي فوق السطح أي مشاكل عمومة أنها تظهر لكم دلوقتي عشان تقدروا تتعاملوا معاها ممكن تحسوا أن أنتو الأمور ما بتتقدمش معاكم أو خطاتكم اللي أنتو حططوها بتميل شوية لإنهيارها خليكوا صابورين شوية خليكوا صابورين كمان في الحب دلوقتي لأن كتير منكم هيبقى مشتت هو أنا بحبه ولا ما بحبوش هو أنا عايزة في حياتي ولا مش عايزة في حياتي طبعا ده سواء ذكر أو أنسة جمان البعض منكم ممكن يميل لأنه هو يكلم توقامه أو أنه هو يرجع يعود تاني للناس اللي هو اتراجع عنهم فيما قبل حتى ممكن الكرميين كمان يعني مش شوية مش عالة بس ممكن تحس أن أنت لأ أنا عايز أرجع لعلاقة دي تاني لأ ناخد بالنا من النقطة دي ناخد بالنا كمطاردين المطاردات ليه بقى؟ هنا التراجع ده هيحصل أن ييجي مع توقام الشوية ينهي الانفصال ويتصالح أو يعود للاتحاد في الشهر ده تمام؟ فناخد بالنا أن أنتوا متروحوش ترموا نفسكم في التهلوكة مع علاقات كرمية تاني وتعودوها تاني لأن الوقت ده مع التراجع ده هتلاقي كده عارفين كده زي ما بيقولوا الحب ولع في الدرع هو كده هتلاقي كده اشعال شرارات في الحب يعني مش عايز أقولكو حاجة جامدة جدا هتلاقي نفسك دماغك عمالة بتجيب وتودي خاصة النهارده كده في الحبيب في الماضي في أن أنت عايز الحب أن أنت عايز أن أنت عايز تعيش قصة حب في التوقيت ده أو أن أنت أو أنت كمطارد أو مطاردة عايزين تحسسوا الآخر أن أنا لسه فاكركم أن أنا لسه بفكر فيكم أن أنا لسه بحبك أو أن أنا لسه بحبك لا خدوا بالكو خدوا بالكو ليه؟ لأن احنا دلوقتي دخلنا فترة طاقات متزايدة جدا جدا النهارده كمان في تكامل رئيسي كده وبنستمر في دمج طاقات بوابة 12-12 وبنتجه نحو الانقلاب الشتوي يعني احنا جايين برضو على طاقة الانقلاب الشتوي فنكون حذرين شوية من قراراتنا ممكن من المؤنس طاقة الين أنها تعود كده لشيء من الظلام اللي كانت فيه قبل كده وتتجه ليه طبعا خد يبالك أن أنت ممكن تمر كمان بليلة روحية مظلمة وماشي ودي برضو هتساعدك على إظهار رغبتك الحقيقية بالنسبة لتوأمك ولكن خدوا بالكو أن انتو بتمروا دلوقتي على مستوى كبير جدا من التطهير رأبوا أفكاركو كويس جدا خدوا بالكو أن انتو على مستوى متعدد الأبعاد للغاية في الوقت ده ورجوعك لحاجة ظلامية شيء مضمن عليه شخص كارمي كذا 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 ده هيوديكي في طريق مظلم تاني احذروا تفكيركم دلوقتي كأناس أو طاقة ين في الوقت ده أما التوأم المذكر هتلاقيه دلوقتي بيحاول جدي إيمان لنفسه إيمان بعقله ومنطقه تمام؟ وده طبعا هنا هيبتدي يديع في طريقه الحقيقي هيستيقظ كتير من الزكور على رحلتهم للتعاطف مع الشفاء إن هو يشفي نفسه بنفسه دلوقتي وهيبتدي يتلقى هيتلقوا علامات من الكون حتى أنتو كمان هتتلقوا علامات كتير من الكون الأشخاص المذكر التوائم اللي أنكروا قبل كده العلاقة أو أنكروا مشاعرهم وده طبعا نتيجة ان تروا ما عندهم إنه هم أطفال ده هيبدأ دلوقتي إنه هو يتحدث مع نفسه ويبتدي يتكلم مع نفسه شوية على أساس إنه هو لأ أنا همشي بالمنطق وبالعقل وده طبعا هيضل طريقه في الوقت الحالي ولكن مش معناها إنه هو مش هيكون مشتاء وإنه هو لا 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 عطارد بصي بيشدوا كده من أفاة بيقوم رجعوا تاني خدوا بالكم اللي هو لازم ترجع للماضي لازم ترجع للماضي كمان الأمر الجديد اللي بيغير فينا حاجات جدير جدا 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 خاصة في العلاقات والمهن والشؤون المالية يعني توقعوا كده عادة التنظيم المتناغم مع بداية عشرين اربعة وعشرين إن شاء الله هيتم تطهير المصارات عندكم وكرمات ولعنات الأجيال هتتكسر إن شاء الله هتلاقي أشخاص بتخش حياتك سواء أشخاص جدد سواء الأشخاص اللي يستحقوك في الفعل في الوقت ده أما الأشخاص الغلط هتلاقيهم بينسحبوا بعيد عنكم في الوقت ده برضو وهتفوزوا يعني عشرين اربعة وعشرين هتفوزوا بحاجات كتيرة جدا 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 إن شاء الله هتفوزوا بالعلاقات الصحية السوية يعني اللي يبعد عنك ما تفكريش فيه بقى في التخلي التجلي اللي استغناء حلو الشخص اللي يغلي نفسه عنك أو اللي يغلي نفسه عليك ملوش لازمة عليكم دلوقتي إن انتو تحاولوا كده تتوازنوا وإلا هتحسوا بالاختلال شوية اختلال توازنكم البعض منكم ممكن يكون حاسس إن هو مش في وعيه دلوقتي أو مشتت طبعا إحنا عارفين إن طنين الأزن صعب جدا وكأننا كلنا عاملين تيك اوف بالطيارة وما بيخلص نفسنا نعمل لندنج بس مش عارفين يعني نفسنا ننزل هبوط شوية بس طبعا في بعض الأحيان بنبقى هبوط وصعود هبوط وصعود ولكن فعلا التشويش والطنين الأزن كان شديد جدا 48 ساعة اللي فاتوا دول وده نتيجة الصعود غير الألم الجسدية طبعا متعرف عليها والصداع وكده فيعني ربنا معنا جميعا ناخد بنا إن بعض اللي هربين مش عارفين يتعاملوا مع مشاعرهم دلوقتي بيعانوا كتير جدا من اللي بتعاد بيشعر بقلبه بثقل جديد جدا كمان شعر بأخطاءه كل يوم في انفصال ده بيخليه شعر بأخطاءه هو نفسه إن انت ترجعي له نفسه إن انت يتكلميه لكن لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش وترجعوا في التوقيت ده سبهم هما اللي يرجعوا اللي فيه صالح ليكو هيحصل بأمر اللي في التوقيت ده تحسوا كده أنا جايلي دلوقتي اللي هو عارفين أغنيت أنا آسف حبيبتي بتاعت رغب علامة يعني استشعار كده من الهارب للمطاردة في التوقيت ده نفسه إنه هو يقولك إنه هو غير أنف حبك وإنه هو بيعتذر وإنه هو غير قادر على إنه هو حتى ياخد نفسه مش قادر مش قادر هما كتير منهم مش قادرين دلوقتي بس لا يزال غير مستعد يعني هو دلغاية دلوقتي غير مستعد لإحتضانك وإنه هو ما يحافظ عليك يعني لأنه هو بالفعل محتاج يتشافى شوية ولكن هتلاقيه بيتواصل معاك بشكل مكسف جدا 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 في الفايف دي انتبهوا للإشارات والمزمنة يعني حتى اللي هما مثلا ما بيحلموش به انتبهوا للإشارات والمزمنة في الوقت ده هتلاقوا في إشارات ليكم كتير جدا منهم عن طريق الأرقام عن طريق الفراشات وهكذا كتير منكم كمان هيبتدي عيد النظر في كل جانب من جوانب حياته في الوقت ده ومن كتر المشاعر المؤلمة اللي هو حسسها هتلاقوا عواطفكم كده عارفين مش عارفين توصلوا لأي نقطة فيها أنا بحبه أنا عايزاه أنا عايزة أكمل معاه أنا عايزة أستقر أنا كذا أنا كذا التشديد ده خدوا بالكم منه مع نهاية اقتراب العام ده خدوا بالكم التشديد ده وركزوا شوية على الحب ركزوا على العاطفة ركزوا على الرومانسية الحب اللي هم مشروط اشتغلوا عن نفسكم التأمل مهم جدا 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 عشان تقدروا تتلقوا الرسالات الصح خليكم مع الله في التوقيت ده لأن الأيام دي كتير منكم عايحس كده انه هو عايز يصرخ تعبان متدايق مخنوق عايز يبكي فيه طاقة ثقل كده على قلبه وانه عايز يبقى مع الله عز وجل عايز اشتكر ربنا بيسمعك على فكرة ما نشغل ربنا فاتجوا لله عز وجل وادعوا كتير في الأيام دي صلوا وادعوا حاولوا تتواصلوا مع الله عز وجل وربنا يهونها علينا جميعا ان شاء الله طاقة محبة وسلام للجميع وبشكوركم اشتركوا في القناة